بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمشيت ربنا نحل مع بعض امتحان العلوم الصف السن الاعدادي محافظة الاسكندرية دارة وسط التعليمية هنبدأ كده نشوف كل سؤال عليه لطريقة الحل بتاعته الصح ايه وكل سؤال عليه كام درجة اول سؤال مع بعض اكمل العبارات الاتية الشعاعي الضوء الساكت اقول له عموديا على السطح العكس يرتد على نفسه بزاوية انعكاس تساوي سفر بعد اتنم عملية الاخصاب في الزهرة تتحول البويضة الى اقول له بزرة ويتحول المبيض الى صمرة سرعة الجسم المهتزة تكون نقط اثناء مرور بموضع السكون اقول له اكبر ما يمكن اكبر ما يمكن ونقط بالي ابتعد عنه ويقل او تقل وتقل سرعته عندي هنا بالنسبة الاكمل هنا انا عندي هنا كل نقطة فيها اه حكتين زي ما احنا شايفين يعني كل نقطة عندي هنا بنص يبدأ بنص ونص 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 يعني هنا ثلاث درجات يبدأ له ثلاث درجات السؤال بعد كده ده علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخطأ مع التصويب خلي بنا اول حاجة رقم واحد تستخدم وجهة الماء الباردة في الجاكوزي لفك التشنجات العضلية طبعا العبارة دية ضغلت خطأة هشيل اللي هي العضلية تصحيح بتاعها واجتماكنها العصبية عندي دية على نص ودية على نص رقم اتنين يفرز المبيض هرمون البرجسترون الضروري لاستمرار الحمل عبارة صحيحة يعتبر الضغل بنفسي الأصغر طولا موجيا في ألوان الطيف السبعة عبارة صحيحة عندي هنا بالنسبة اللي هي اللي هي صحة وغلط عندي دية على نص ودية على نص أصبح عليها واحد ودية واحد ودية واحد يعني دي بتلات درجات هنيجي بعد كده رقم جيم اسكر استخدام الموجات فوق السمعية في المجالات الطبية عندنا هنقول تفتيت حصوات الكلة والحالب الكشف عن الأورام السرطانية ديت عليها واحد أصبح كده السؤال الأولاني ده ثلاثة وده ثلاثة لو صحه وغلط وعندي بواحد أصبح كام سبع درجات ده السؤال الأول تعال نشوف مع بعض كده السؤال الثاني السؤال الثاني مع بعض أول حاجة اكتب المصطلح العلمي يدل على كل عبارة من العبارات الألاتية رقم واحد الاضطراب الذي تهتز فيه جزائيات الوسط فيه اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة طبعا دي بسميها الموجة المستعرضة عملية انتقال حبوب اللقاح من المتوق إلى المياسم التلقيح أقول عملية التلقيح الخاصية التي تميز بالأذن الأصوات القوية والضعيفة شدة الصوت كل نقطة من المصطلح العلمي عليها واحد وهمها ثلاثة يعني عليها ثلاث درجات بعد كده صومت تحته خط رقم واحد تعتبر حركة الكواكب حول الشمس مثل حركة اهتزازية نشيل اهتزازية ونكتب مكانها دورية طاقة الفيتون بتسوي سابت بلانك فيه الطول الموجي للفيتون نشيل اللي هو الطول الموجي ونكتب مكانه اللي هو التردد القمة فيها الموجة المستعرضة يقابلها تخلخل فيها الموجة الطولية نشيل تخلخل ونكتب مكانها تضاغط كل نقطة من ديجت عليها واحد وهمها ثلاثة يعني عليها ثلاث درجات هنيجي بعد كده بما تفسر مياسم بعض الأزهار ريشية اللازجة اللي جابة حتى تلتصق بها حبوب اللقاح ديجت عليها واحد اصبح هنا ثلاثة وتلاثة واحد يبقى كام يبقى سبع درجات يبقى السؤال الثاني عليه سبع درجات السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطوة رقم واحد تتراوح الأطولة الموجية للضوء المارئي بين تلتمائة وتمانين إلى سبعمائة يطار كيلو متر ولا سنتيمتر ولا ميكرو متر ولا نانو متر طبعا الإجابة نانو متر يتكون الطالع من مجموعة من قرابل أزدية مياسم سبلات احنا عارفين طبعا اللي هو الطالع اللي هو أعضاء تسكر فيه النبات اللي هي في الظهرة وطبعا يتكون من مجموعة من الأزدية عندي دية عندي هنا أول حاجة اللي هي النانو متر عليها واحد ونص وعندنا اللي هي الأزدية عليها واحد ونص يعني السؤال ده كده عليه ثلاث درقات رقم بيه استخرج الكلمة والعبارة غير مناسبة ثم مكتب ما يربط بين باقي الكلمات أو العبارات رقم واحد الميسم السوداء القلم المبيض طرقا اللي غلط عندي هنا اللي هو السوداء هنشيلها طب الباقي ده عبارة عن ايه القربلة أو أقول له قربلة موجات موجات ضوء موجات صوت موجة راديو هنشيل ايه هنشيل عندنا هنا الغلط هنا اللي هي موجات اللي هي الصوت عشان ديت عبارة عن موجات طولية. اما الباقي الحاجات اللي فضلال ديتنا عبارة عن موجات مستعرضة. موجات مستعرضة. عند هنا السؤال الاولاني ديت عليه واحد ونص وده عليه واحد ونص يبادى عليه واحد ونص وده واحد ونص. هنيجي بعد كده. ما شروط حدوث الانعكاس غير المنتظم للضوء. عندنا اقول له الشرط بتاعنا كده سقوط. الضوء على اسطح خشنة. يبقى هنا توزيع الدرابات. السؤالين كده اللي هو الاختيارات دي عليهم تلاتة. وده تلاتة يستة. وده عليه واحد يبقى كام? يبقى سبع درجات. هنيجي للسؤال رقم اربعة. السؤال الرابع. رقم الف. اذكر الرقم الدل على رقم واحد. عدد المحيطات الزهرية في الظهرة المهنسة هقول له تلاتة. تلات محيطات. اللي هم الكاس والتويج والمتاع. زاوية الانعكاس هو ضوء عند سقوطه بزاوية خمسين درجة على سطح عاكس. هنا زاوية السقوط بخمسين. واحنا عارفين زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. يعني برضك بتساوي كام? بتساوي خمسين درجة. عند هنا الاولانية ديت عليها واحد ونص. ودي عليها واحد ونص. اصبح ده عبارة عن تلات درجات. هنيجي بعد كده اختر الاجابة اختر من العمود بيه ما يناسبه من العمود الف. رقم واحد. النغمة المركبة اللي هيمشي معنا هنا اللي هي رقم جيم. نغمة اساسية مصحوبة بنغمة توفقية. بديت معها رقم جيم. رقم اتنين. التردد عبارة عن عدد الاهتزازات الكاملة في الثانية الوحدة اللي هي رقم مين؟ رقم الف. انكسار الضوء هو عبارة عن تغير مصاري الاشعاء الضوئية عند انتقالها في اوساط شفافة مختلفة في الكسافة الضوئية اللي هي رقم مين؟ رقم بيه. عندي هنا كل نقطة من ديت عليها واحد. يبدي عليها واحد. يواحد وديت واحد. هنيجي بعد كده للسؤال لرقم جيم. ما النتاج المترطبة على وجود الخصيطين داخل تجويف اللي هو البطن. اقول له عدم انتاج الحيوانات المنوية. ويصبح الشخص عقيم. وديت عليها واحد. اصبح ده تلاتة. تلاتة. ستة. واحد يبقى كام? يبقى عليه سبع درجات. تعالي نشوف بقى اللي هو التوتل بتاعنا كله كده اللي هي الدرجة النهائية. هكون هنحسابه ازاي مع بعض. عندنا هنا اللي هو اللي امتحان طبعا اللي قدامنا ده هيكون من. احنا قلنا كل سؤال بسبع درجات. وهم اربعة سئلة. يعني اربعة في سبعة بتمانية وعشرين درجة. تمانية وعشرين دي هقسمها على اتنين. هيطلع لي اربعتاشر درجة. يبقى دي عبارة عن درجة مين? درجة اللي هي الورقة اللي هي قدامنا من اربعتاشر درجة. عندنا كان في اعمال السنة اربع درجات. عندنا كمان اللي هو امتحان العاملي عليه درجتين. لو احنا جمعنا كده اربعتاشر. اللي هي امتحان الورقة اللي هي قدامنا. وعندي اربع درجات اللي هي بتاعة اعمال السنة. وعندي درجتين اللي هم العملي. هيطلع معنا كام عشرين درجة. يبقى الامتحان ده التوتل كله بتاع النص التاني مكام من 20 درجة وكان عندنا زي يوم في النص الأولاني 20 درجة هيصبح اللوى المجموعة النهائية بتاع العلوم عندنا مكام من 40 درجة 20 في النص الأولاني و 20 في النص التاني يا ربكم لنا نقفل كده نجيب الله 40 من 40 ما تنسناش من صالح دعواكم كان معكم مستر طاريوليل اللي كان إن شاء الله في العام القدم واحنا كلنا إن شاء الله في سنة تالتة وبالتوفير لجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته